يحتاج نظام التشغيل Windows XP إلى حد أدنى من المكونات هاردوير لكي يسمح تثبيته على جهاز الحاسب حيث يتطلب معالج Intel Processor بتردد 300 MHz أو أي معالج آخر بنفس الفتائه كما يجد أن يحتوي جهاز الحاسب على 128 MB وقد يجد استخدام 54 MB بدلا من 128 MB ولكن ذلك قد يؤدي إلى جعل بعض الخصائص نظام التشغيل غير صعالة كما يحتاج إلى نصاح تخزينية من الخرس الصلب تقدر بـ 1.5 GB كحد أدنى كما يحتاج أيضا إلى بطاقة عرض Display Adapter وشاشة عرض من النوع سوبر جيجا بدقة عرض 800x500 ومحرك اقتوانات في جرام او دي جي دي لسرعة 12x وذا فصولهم الاداء المثالي لنظام التجهيز يجب ان لا تفضل سرعة المعالج عن 500 ميجا هيرتز كما يجب ان يحتوي جهاز الحاسب على اكثر من 128 ميجا بايت شام ومساحة خالية من القرس الصلب تقدر به 2 جيجا بايت وبطاقة تاكس مودن واتخال بشبكة الانترنت بالاضافة الى بطاقة صلف ساند كارد